ما تشغليش دماغك بالنازل يا سلطان بالله يا هالعظيم هيجي يوم اللي بش ماتوا فيك يدول حيتمنوا نظرة رضا وسمح من عميك يتمنوا وما يتمنوش أنا خلاص ما بقاش ليا فيهم أنا أدمغي دلوقتي في البيت بنتي اللي مش لقياها ولا عارفها يا فين ولا عدم عمين إن شاء الله ربنا مش هيصيبك في بنتك قبقا يا رب يا حمدي وفوزي ما تكلمش لحد دلوقتي لسه بنا لدي شاي فهر السلام عليكم عليكم السلامة ومطلع وبركاته قاعد يا مجدي بصراحة كده أنا أعوز حضرتك في كلمة دي ويقول يا مجدي بقى خير في سلامة مو سلامة في خير أنا بقى لكي يوم كده عمال بدورها في دماغي عشان أعرف أقول علاك إزاي بس بصراحة كده ما لقيتش هحسن من الدوري وردت أتوكل على الله طبعا بص يا بشري أنا أمكن أقل منك قاوي 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 بس الحاجة الوحيدة اللي أنا متأكد منها وخلاني أعيش في البلاتين إن دماغي دي فعلا وعرف مصلحتي مع مين والزادي وليه أنا من الآخر جدا معك فأيوتها حاجة حضرتك تؤمرني بيا بس الجينة عمكشوف لا إني راسي علي لك لها أعزي يا مكدي أصد إن أعرف اللي ما بينك وما بين سلطان وأي عائل هيقول إنك مش بتعمل معها كده عشان خاطر سعاد عيونها ولا بتشغل أهل الحارة والكريمة لللف للا كده ملك يا مكدي واللي يقول الحق يتقال له ملك والحق ده بعد الدمين قريب جواب سلطانة الكريمة لما قلت في السجن بصراحة جدا السيد ده سلطانة ما أثرتش وحاجة ده كل حاجة كل حاجة؟ سعيد على القناة ما تبینtit turnaround فقط ملت أملك شوف شو الشاكينتيني وشغلك بعدك ده تحتية مراتك يلا حبيبي يلا ماشي 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 الحرز السرق والضرب ما فك في القضية يا بقت كده بقى وضعي لا الموضوع مسهل بالعكس ده الموضوع كان كبير قوي وعملوا لعبة كبيرة قوي عشان يخرجوه وطبعا دفع فيها كتير قوي وهو سعد الخياط حلته حاجة عشان يدفعها وليه الانت بقى والحرز اللي السرق ده معرفوش من وراء ان هو ملعوب لا ما هو ما السرقش ده تبدل تليفون بتليفون تاني وطبعا لما الخبير يشوف البصمات مش هلاقي البصمات متطبقة تضيع القضية القضية بس وشركاتهم في القضية انا عرفت ان هم اتفقوا معهم على كلام معين وطبعا الكلام ده عشان يزود الشك احلا وهم يعملوا كده لله يعني ولا ايه الله ما عرفش عشان احلا احبت ربي انا طب عملت ايه موضوع ضي والله انا مساكت ولو جاء اي حاجة اقولك على طول بس خير باذن الله طب والتليفون اللي اتكلمت منه مهارفتش برضو توصل من وراء لأي حاجة لا والسه متفتحش لحد دلوقتي وانا مستني اول ما يتفتح هقولك على طول بيش بيش بقولك يا نعيم انت عمل لهم حساب زيب عن الجزوم انت لو نزلتها بعصايا هيجروا كلهم من محلاتهم بلاش عصايا شوية فلوس احنا مش نوعصين همه يا شمس انا مش عارف سلطانة دي بعتت الجابة الدلمين وبعت ايه بالزبط انت ايكيد واخد بالك ان عادي جدا تبقى كريمة بتستعمانة من وقتها كريمة مفيش منها خوف كريمة بتندي الخوف دلوقتي من مجدي ورطرتت كلامه سيبت المجدي السلطانة مرسيها ناس كتير والناس كلها قدام عليك ريضة وفانتة الناس اللي معاك دلوقتي ممكن بعد كده يبو ضدها عادي وبعدين ما الناس كلها قدام علينا ما حدش طيق يبص في وشها ولا يجيب سريطها الناس كلها يا زكورد دي على ضرارة رايح فين اشوف الدكتور اللي دائم ورده مش كنا لانها مجدد بليه فدك شكرا يا أحمد كتر خيرك يا خويا خلص الكلام يا ممتيا أنا اللي جاية أتكلم وانت هتسمعي لك ارغي يا خويا ارغي كريمة أنا بقاني فترة عمال بفكر فاللي بيحصل مادنة واكتشفت ان فعلا ظلمتك اللي جدها بحق اجمس الدائر بس اللي قولت لك ان نفسي خليك مادنة والحاجين دمايا وتهنى بيه يا ابن مموك وحيط أمك وحياتي كنت اللي أغلب اني بجدب عليك بس بدينا فرصة كده بس يعني شهرين ثلاثة نوقف الشغل على الجليب ونتطمن وبعد كده ما أضيبك بإذن الله مجدي أنا عايزة نصحك نصيحة لوجه الله غير الاستوانة دي ويعمل أي استوانة كويسة تانية مبدي إيمان بالله أنا ما جاه أشتغلق ولا بجدب عليك ولا جاي بفكر في فلوس ولا في شو يا ابنت أنا بحبك فكرت كتير لقيت إن مزهوم بك ولقيت إن لو لفت الدنيا دي كلها مش حلاقي لوفك وأنا هلاقي ست تحبيني زي ده أنت طيبة وغلبها لها بيت ولو أدانا يا ست اللي جاي دور على فلوس ولا شو أنا من النهاردة هعيش خد لها لتحت رجليب وهنفس كل اللي تقمو رجليب أنا بحبك كتيريب ها قلت إيه؟ قلت لا إله إلا الله عارف يا مجدي لو كنت بتكذب هتبقى بحلاله وتستاهل بجدد طيب لو هتاخد قد اللي بتاخده مرة ومص هتوارد مش هستفر أكيد اشتغلتها بجدهة في مستشفات خاصة؟ لا للأسف حليك عارف إن حاجة زي دي محتاجة علاقات ووسايد وللأسف ما ديش حاجة منها أو شكرا بس تديني موجودة طيب انت كاد في أبليكيشن إنك ما عندكش أي ملك لا شقة ولا عربية هلك كان شغل بقليه كاسو سادة في مستشفى حكومة ولسه يلقصان في الصباح أول ولسه ساكن في مية عقبة؟ بصد بس يا روط الأسيرة دي في الصفر ايه؟ بص يا سيدي احنا بنعمل بيزنس جديد وكننا بنشوف الدكاترة اللي مش عايزين يسافروا ويفضلوا هنا فيعني لو انت حابب اه طبعا يا ريت بس ممكن أفها أكثر اه طبعا أكيد موسيقى 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 هاي صرف ايه بسم الله ما شاء الله الفيلا حلوة اوي الله اكبر ايه اللي مكتوب ده؟ مكتوب كريمة كوكو اه حلوة اوي بس يا اختي انت ملك حد صنف اخر الدنيا كده ليه؟ اخر الدنيا دي يا كريمة هي اللي فيها الشغلة كله انت هنا وسط اهم كومبوندات في مصر وزبيني بكل لعب الدولار يا امبي اللي يعني لابو اغزة احنا ليه ماخدناش في الكومبوندات زي التفساه؟ ليه يعني هتفنه في اخر الدنيا كده؟ عشان تفتح شركة كبيرة زي دي في اي كومبوند كبيرة تتحارب من الكبار الشغالين هناك لكن من هنا نقدر نعمل شغل احسن ونبني سبول من الاول وبعدين نفتح في كل مصر فهمت؟ نفتح في كل مصر؟ فهمت؟ ما تحشرش نفسك تاني بقى ولما انت يا اختي فهمة كل حاجة وحزبة كل حاجة لازمت يا انا ايه؟ اولا عشان انا بنت حقانية كنت سبب مهم في ان افكر في الفكرة دي تاني حاجة دورك مهمة في شغل كل البنات اللي معانا انت اشتغلت في البيوت كتير قوي وبتعرف الزباين بتحب ايه؟ وبتكره ايه؟ ولا ايه؟ ولا اه؟ بشوف الفيلا من جوا بقى والنعمة تلاقيها هي اللي كان بتستغل خدام ما خلاص بقى يا جدعان بقى كلها ست شهور ورجع الفلوس يعني وخلاص هي فتحة عربية الكبدة ومش فحتاجهم دلوقتي مش عاير يا فريدا انا حاسس ان احنا منظمنا باوحش قوي على فكرة هي لشكلها وحش قدام الناس كلها فكر فينا مرة بقى لو سمحت السلام عليكم اهلان سيب سلطانة زي حضرتك عليكم السلام الحمد لله الحمد لله على السلامتك متأخرة بس تسلمي اتفدري يا سلطانة واضي شكرا انا كنت جاي يقولك بس ان انا خلاص اتصرفت في الفلوس ده اني كنت هاجعة تزيل لك ان اتأخرت ولا يهمك احنا زي اللي اخوات على فكرة انا عرفت حكاية فلوس سلام يا سلطانة انا هرجعهم كمان سلام فلوس سلام لسلام يتوزح على روحه يترجح على امراضه يترجعيش ترجمة نانسي قطع اقشجح افضح من المصدر اقشد امشار انا يترجع